وعمر جابر استقر خلاص على الرحيل من نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي تعرفين ان عمر جابر كان خرج من حسابات قسوريو تماما الفترة الماضية ومصدر مكرر من اللعب قال لنا ان خطوة اللعب القادمة هتكون مع نادي فاركو وانه خلاص انهى كافة الاتفاقات مع نادي فاركو عشان يبقى موجود معهم الموسم اللي جاي في المناسبة انا بشوف من الناس يعني ان عمر جابر شال اكتر من اللازم هتقول لي يا راجع هتكون شاف عمر جابر بيقدم مستوياتك وايسا معناه الزمالك هقول لك مش قوي بس ما كانتش لوحده ما كانتش لوحده كلهم مش حلوين بصراحة يعني بس عمر من اللعيبة اللي زي مصطفى شلبي زي روء في كم لعب كده هم اللي شالوا الحكاية كلها يعني بس الوضع كله المستوى كله اجهاز فني ولعبين كله مش حلو فماش هم دول بس عموما امر واحد من ابناء نادي الزمالك لم يوفق في المرحلة او التجربة التانية له مع نادي الزمالك ويبدو انها على وشك الخروج خلاص الى نادي فاركو اشتركوا في القناة